قريب من المحسنين ووقف يعقوب ينصح قومه بأن الله هو الواحد الأحد الخالق الرزاق ولكن نجد في الإلهة عشتار ما يسعد قلوبنا ويحفظ أبناءنا فرد عليهم يعقوب بأن التوحيد هو السبيل الوحيد للنجاة في الدنيا والآخرة وأن ما عليه عشتار من قفر ووثنية لن يدوم كثيرا وأن الله بالغ أمره يا نبي الله يعقوب يا نبي الله يعقوب أبشرك بأن راحي الحامل ففرح يعقوب ليس فقط لأن راحيل ستنجر له مولودا وإنما لأن الله قد من على راحيل بنعمة الحمل والإنجاب وانطلق يعقوب نحو منزل راحيل فرحا بنعمة الحمد لست معينة حمد المطر والماء أيها الكاهن لا أدري الناس في فدان يتحدثون عن شكهم في قدرة عشتار على إنزال المطر يا إستر لقد جئتك بالمال الذي طلبته فهل عند عشتار شفاء ودواء لولدي خذوا عمري خذوا عمري وأشفوا ولدي لا أدري لماذا كل هذا الهجوم على نبي الله يعقوب فهو لم يفعل شيئاً سوى سوى الدعوة إلى الله عز وجل دعوة توحيد الله هكذا أهل الباطل إن الكاهنة وإستر يستفدان من الأموال التي تدفع إلى إلهة الباطل عشتار ولهذا زاد العناد والتحدي ليعقوب النبي كم أتمنى أن يأذن لنبي الله يعقوب بحرق هذا المعبد آه كم أتمنى لا ما لأرك يا تقي وديعاً لهذه الدرجة فقد مللت من بطيهم العسر ليس معه سوى اليسر وستأتي من الله آية يصدق الناس فيها يعقوب النبي ويكذبون هؤلاء الكاذبين عشتار وإستر والكاهن أشعر بإرهاق وتعب شديد سلمك الله يا رحيل أريد أن يعلم يعقوب بما يجري لزوجته أخشى أن لا أرأك يا ولدي يا صبر السنين لا تقول هذا يا رحيل أطل الله في عمرك أحسن الظن بالله يا رحيل ستقومين ستقومين يا رحيل بإذن الله وتسعدين بالمولود الجليد رحيل على فراش المرض وربما الموت ليس هناك حل سوى الذهاب إلى إستر وعشتار رفض يعقوب هذا رفضا أغضب لابان والد رحيل وأصر على أن لا يتجه أحد إلى الشرك والوثنية أنا لا أقتنع بهذا يا يعقوب سألجأ إلى ما ينفع ابنتي فقط لن أعالج رحيل لن أعالجها يا لابان كيف هذا يا إستر؟ إنها ابنتي كيف تحرقين قلب أب على ابنته بكل هذه القسوة؟ لو كانت زوجة أي رجل في فدان لشفتها عشتار ولكننا سنجعلها عبرة لكل الكافرين بعشتار إلهتنا هكذا أنت يا يعقوب تسعى دائما لهدم ورفض أي إله غير إلهك وابنتي ستدفع الثمن وأنا لن أسمح بهذا وظل يعقوب يدعو ربه أن ينقذ راحيل ومن في بطنها ظل يتضرع ويصلي ويسبح حتى يثبت للجميع كذب عشتار وإستر وأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولدت راحيل وحمل يعقوب الطفل وأسماه يوسف ويقول ما أجملك يا ولدي ما أجملك يا يوسف حفظك الله وجعلك كرة عين لي ولأمك منذ أحد عشر عاما وأمك تنتظرك يا يوسف وهاهو فضل الله قدم علينا بك يا يوسف يقولون إن نبي الله إسحاق على فراش الموت ومن يحكم كنعان إذا مات نبي الله إسحاق يحكمها ابنه نبي الله عقوب عليه السلام إذن فليبلغه الناس بهذا حتى يأتي إلى أرض كنعان لقد مات ولدي يا عشتار لقد مات أستر قتلت لأجل المال ولم يشفى ولدي عشتار يا كاذبة أيها الكاذبة مات الولد مات فرزة كبدي يا عشتار أشتار؟ أشتار على يدها الكاذبة رحمك الله يا أبي نبي الله إسحاق رحمك الله لقد مات الأبي الله إصحاق ماذا؟ يا أهلك نعان يا أهلك نعان مات نبي الله إصحاق عليه السلام يا أهلك نعان مات نبيكم مات نبي الله إصحاق عليه السلام يا أهلك نعان يا أهلك نعان ومات إصحاق نبي الله عليه السلام وستبدأ صفحة جديدة في حياة عقوب ومعه يوسف عليهم السلام يا عشتار يا عشتار اقتلي راحيل ومولودها حتى ينصرف يعقوب عنا ويهزم ويذل أنت أنت من ختلت والذي يا ساحرة الشؤم احترخي هيا هيا أحترخي يا حتار هيا أختني يا عشتار أنت وستأربع لك وسأسرق لك وأقتل لأجرك يا عشتار ياشتار احترق المعبد احترق المعبد احترق المعبد احترق المعبد احترق المعبد احترقت استر وهرب حراس المعبد سقطت اشتار واحترقت استر وهرب الكهنة فمن لك يا رحيل؟ فمن لك يا رحيل؟ من الذي سينزل المطر؟ المطر؟ ومن الذي سيشفي المرضى؟ لقد ولدت رحيل، ولدت رحيل، ولدت طفلة جميلة ابنتي، ابنتي ولدت، لقد أنجاه الله، لقد آمنت بربي عقوب، آمنت بربي عقوب، ابنتي أنجاه الله أحبك يا رحيل، الله لقد نزل المطر والأهالي فدان، فماذا كانت تفعل عشتار إذن؟ ماتت إستر الكاذبة